طبعاً سؤال اللي بيدور في المغنى دائماً لما بيجي نتكلم عن علاج إعجاج العموج الفقري والإعجاج اللي هو المتقدم اللي بيحتاج تدخلات جراحية مثلاً إيه هي تكلفة علاج الإعجاج؟ الحياة كلمة تكلفة علاج الإعجاج دي موضوع معقد جداً لأنه بدخل فيه عوامل كتير قوي زي المستشفى اللي بنقوم فيها بإجراء العملية الأجهزة المستخدمة وأنا باتكلم أكتر على الحاجات الحديثة والأجهزة اللي احنا بنستخدمها اللي بتضمن رفع جودة العملية والإخلال من المضاعفات من ضمن الحاجات مثلاً اللي يعني يمكن بقت ستاندرد بالنسبة لنا مؤخراً في عمليات العموج الفقري هو جهاز مراقبة الأعصاب اللي احنا بنستخدمه أثناء العمليات الجراحية لإصلاح العوجاج لضمان أنه أي ضرر أو أي ضغط زائد على الحبل الشوكي والأعصاب ممكن يتسبب فيه مضاعفات ما كناش زمان بنلاحظها إلا في مرحلة متأخرة من العملية أو يمكن بعد العملية بنقدر ناخد ألارم كده أثناء الشوك ويعرفنا أن فيه حاجة نقدر نقومها في لحظتها فده بيقل جداً من نسبة الوعفات ده من ضمن الأجهزة الحديثة مثلاً وحاجات تانية طبعاً كتير حاجات لي علاقة بأجهزة التخدير وأنواع أدوية التخدير المستخدمة لأن عمليات العوجاج من المعروف أنها عمليات بتاخد فترة زمنية طويلة وأنواع أدوية التخدير المستخدمة مع الفترات الطويلة دي بتخلف جداً في عملية التعافي والتشافي فيما بعد العملية وقد إيها بتبقى سريعة ودي من الحاجات اللي بتزود الفاليو بتاعت العملية اختيار المستشفى وأكيد عملية كبيرة ومعقدة زي عملة إصلاحة وجاجة عمود الفخري ما بيتمش إجراءها إلا في مجموعة مختارة من المستشفى المجهزة تماماً بكل التجهيزات من بنك الدم والرعيات المركزة وأجهزة التعافي الصناعي وأدوية التخدير متقدمة عشان نضمن بيها نجاح العملية زي كده فالتكلفة دي تعتبر يعني بند متغير جداً أنه حتى عمليات إعجاج العمود الفقري نفسها هي بتختلف على حسب درجة الإعجاج نفسه في إعجاج مركب بيبقى درجته شديدة وبيحتاج يعني خطوات أطول في وقت الجراحة وزمن الجراحة فده بيأثر برضو على التكلفة بتاعتنا وبيحتاج إقامة في المستشفى فترة أطول فبيأثر ده كله على التكلفة أنواع المسامير المستخدمة والتركيبات الطبية المستخدمة أكيد فريباً جداً وتقدم من شركات كتير كلها شركات عالمية طبعاً ومحترمة جداً لكن في بعض الفرقات ما بينها وبين بعضها في التكلفة في المجمل عملية إعجاج أو إصلاح إعجاج العمود الفقري هي عملية من أطول العمليات اللي بتتم وأكثرها تعقيداً ولكن بنسب نجاح يعني تعتبر مرتفع جداً وعندنا هنا في مصر الحمد لله نتائجنا مرتفع جداً تقارن بيدول الخارجية كلها اللي نقدر نقوله إن إحنا مع الحمد لله مع نسب النجاح المرتفع اللي إحنا الحمد لله بنفتخر بيها حتى في المحافل الدولية وفي المؤتمرات اللي إحنا بنعرض فيها شغلنا إلا إن إحنا بنقدم الخدمة دي بتكلفة لا تقارن على الإطلاق بالدول المحيطة يمكن بينا حتى في المنطقة العربية أو طبعاً في الدول الأجنبية في أوروبا وفي أمريكا رغم إن إحنا بنقدم الحمد لله مستوى يعني أنا ويمكن مزميلي من الجراحين العمود الفقري المدربين على العمليات اللي إزاي دي عم نفتخر إن إحنا بنطلع نتائج بنفتخر بيها وبنعرضها في المؤتمراتنا الدولية بتكلفة لا تزيد عن عشر يمكن تكلفة نفس الجراحة في الدول اللي إحنا تلقينا فيها التدريب زي أمريكا وزي إنجلترا وزي السويد والدول المتخدمة دي فيمكن لما نتكلم عن التكلفة نقول إن إحنا يعني العملية نسبياً مكلفة بالنسبة لعمليات أخرى ولكن بالنسبة للدول المحيطة وبنسبة للجودة العملية هي تعتبر أقل من أماكن تانية أخرى كتير تابعونا في الفيديوهات اللي جاية وفي الحلقات القادمة لمعرفة معلومات أكتر عن عجاج العمود الفقري ومشاكل العمود الفقري بشكل عام حليكم عالي 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 اشتركوا في القناة